يعني حس يعني الدنيا جميلة معاكو بأمانة والله تسلامي وجيلك يا كابتل يعني محمد يمكن أنت فرحتك فرحتين فرحتك بالفوز بالبطولة وفرحتك أن أنت خدت أحسن لعب ودي مش أول مرة أنت واخد قبل كده أحسن لعب بالبطولة أنت خدت الهداف وقبل كده واخد أحسن لعب كلمني عن الألقاب الشخصية اللي أنت برضو أكيد فرحتك أولا أنا ساعد بوجودي في القناة وعاوز أقول أنا واخد أحسن لعب بمساعدة زمالي لي الفريق كله أحسن لعب الفريق كله هو أفضل لعب موجود في البطولة فأنا مش عاوز أنكر فضل زمالي لي مساعدتهم لي أنه نوصل للشبكة أو للبورد ومساعدت اللي إحنا لعبة جماعية كلها منكمل بعض إحنا بس يعني بنقدر فيه توفيق وعدم توفيق أنا ربنا كان نكرمني في البطولة دي كان فيه توفيق زيادة على زوم والحمد لله قدرنا نحصل ما كانش يهمني الكاس أفضل لعب في بطولة قديسة بابا أسيوبيا قد مكانيين مني كاسي البطولة الحمد لله الحمد لله الحمد أنا حصلت على رقاب كتير من دمنا في مصر هنا ده هدف البطولة في عام 2016-2020 دور المصري دور المصري أحسن وعند برضو سادة المشاهدين الدور المصري كان فرق يعني برضو خلي الناس تتبعك في حوالي 8 فرق بيشتركوا في الدور المصري بس إحنا عاوزين نقول للأندية الموارد المادية عندها ضعيفة فيه أندية بتشارك وأندية بتعوقها مع عدم مشاركة بسبب الموارد المادية التكلفة الصعبة لكن نحن بنشارك في الدور المصري أنا بلعب بإسم مؤسسة العسكرية جماعة المحاربين الكودماء والشرف لي أن أنا أكون موجود في وسط المنظمة زي جماعة المحاربين الكودماء ده طبعا شرف وتاج على دماغي من فوق طبعا أنا حصلت معاملة على هدف أحسن بطولة 2016-2020 واخد درع 2020 كان في ساوس أفريكا أحسن لعب ده في أفريكا برضو خدت هدف أحسن لعب في مصر برضو كاس أحسن لعب خدت كاس أحسن لعب موجود في أفريكا اللي هو في قديسة بابا ده ودوت ضايع طعم يعني زود الحلاوة وخلاني بإيه تساعد ده بشي حاجز بدول بس حاجز 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 حضرك على الحاجة كله إن إحنا نشارك كاس عالم نظرة المجتمع المصري إحنا بقنا زي ما قال زميلي حوالي 23 سنة صعبة بقلعب من سنة ألفل في المنتخب مع المنتخب الموضوع إحنا عملين نفحط في الصخ إحنا بنلعب على كراسي كراسي مكلفة محتاجة فعلا إحنا كاكورة سلة محتاجة زقة جمدة عشان نقدر على فكرة مناسبة أنا ماسي كفري ناشئين في أكاديمية مؤسسة الحسن مدرب مع مدير فني كراسي متحركة كابتور بريين مصر مؤسسة بترعى المعاقيم في مصر بترعى ظريفة جدا وبالدعمه جميل كراسي من أمريكا أنا ماسيك مدرب مساعد بنرعى للناس في زور حتى كادر قصة من 12 سنة لغاية مفتوح وعملنا فريق بناك كمان بالمناسبة لأول مرة تحصل في مصر إحنا عاوزين نشارك عاوزين الاهتمام مش بكورة السلة بس في مصر يعني هنقول كورة السلة صعدت لا عاوزين يتمي بجميع العاب في مصر زوحت كادر قصة إحنا عندنا العاب كوا عندنا رفع أسكار عندنا تينيس عندنا زباحة عندنا العاب كتير عاوزين يتمي بهم بجد أنا عاوزين أقولك إن إحنا حتى في العصر ده أو في الوقت ده بأمانة برعاية السيد الرئيس لكل نظرة المجتمع اختل أنا عاوز أقول لحضر يعني خليني أقول أنت حتى تحسس ده حس إن نظرة يعني دعم القيادة خل المجتمع ينزل نظرة تانية أنا عاوز أقول لحضرتك إحنا من 2018 رمسيات الرئيس يعني إحنا بنشكوره بأمانة 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 زوحت كادر قصة نزل قانون لجميع زوحت كادر قصة جميع زوحت كادر قصة مش في أبعينة ولا شاء الله أطفال ولا بلاين ولا جميع في آيات الأعاقات فالعملية الناس حتى المجتمع بقى ينزل لنا نظرة نظرة تانية فالحمد لله ولا الحمد إحنا برضو جاهدين إحنا إن شاء الله إن شاء الله نموئدكم إحنا في كاس العالم هنعمل حاجة هنعمل حاجة في كاس العالم إحنا عندنا عزيمة وإصرار عاوزين بس اهتمام وتكتب من الدولة إحنا عندنا الكرسي المكلفة جدا جدا الكرسي بتيجي من بره 100-120-000 آه الكرسي ده بيجي بمقاسات إحنا عاقات مختلفة يعني إحنا بنرعب كرة سلة تتلب مخصوص حسب إحاقة كل المقاس طبعا كل تصنيف ليه كرسي معين وبمعنى بردو بالصدفة بردو كده كنت لسه أقول أهلا تنين اتنين بنت على فكرة أنا مستقبل مجدي ويعني مستقبل في المنتخب وهو نفس كلاسي طب إنت زي ما استقبلت مجدي عايزك تقول ألوك استقبل